السلام عليكم النهاردة هعمل معاكم التومية سطوري ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تطلع معاكم مظبوطة وتعجبكم معنا هنا مقادير التومية سطوري معنا كباية مية معلقتين زبادي او معلقتين مايونيز و3 معالق من اللبن وربع كباية زيت ومعلقة خل و3 معالق كبر من النشا ومعلقة توم مفروم ونص معلقة صغيرة من الملح اول حاجة هنحضرها هنجيب طاصة ونحط فيها كباية المية وحنحط عليها 3 معالق النشا وحندوابهم بالروحة على البارد ندوابهم كويس للأول كده خلاص النشا داب معينا انا حبتدي اولع النور عليها واهم حاجة تكون النور هادية جدا علشان النشا يستاوى معينا وما يبانش يطعمه في التومية ونحركها كده على طول علشان وهي بتستوي ما تعملش تكتلات معينا احنا عايدين هتكون كوامها حل وحيبقى كوامها شبه كوام المهلبية نقلبها كده خلاص قربت تستوي معينا حنبدو نقلب فيها هي كده خلاص بقت مزبوطة وهم ده الكوام اللي احنا عايزينه انا كده حط في النار وحبتدي افضيها في طبق وحسيبها لحد ما تبرد خالص وحدخلها التلاجة لمدة ساعة لان طبعا علشان التومية تطلع مزبوطة معينا والنكحة ما ينفعش نشتغل فيها والنشا اللي احنا سويناه بالمية ما ينفعش يبقى صاخن انا حسيبها لما هتبرد وبعد كده حياجي اشتغل بيها كده خلاص هي انا سبتها لما بردت ودخلتها التلاجة ارتاحت وقعدت حوالي ساعة او ساعة ونص حضرت الكبة وحبتدي احطها جوة الكبة وححط عليها باقي الحاجات اللي معينا انا هنا اهو حطيت الخل وبعد كده هحط التوم المفروم دي معلقة التوم مفروم ونص معلقة الملح الصغيرة وهحط الزبادي طبعا المتوفر عنده مايونيز يحط بدل الزبادي مع لقتين مايونيز وحطيت تلات معالي اللبن وحبتدي اضربهم كويس جوة الكبة نضربهم في الكبة او في الخلاط المتوفر عندنا نضربهم فيه طبعا الطوميدي توقع معها حلو جدا بتتاكل بقى مع الشاورمة مع الباني مع البطاطس الكريسبي ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم انا هنا هو لسه بضرب فيها نضربها كويس عشان التوم بتاعنا يدوب مع باقي المكونات وما يبنش طعمه قوي هنا انا بضربها كويس اخر حاجة هحطها هو الزيت خلاص حطناها عليه وحرجع تاني اضربها وحضربها كويس جدا متنسوش اللي شوف الفيديو يعجبه وما ينساش يدوس طيق واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات واللي حابب يعرف اي وصفة يكتب لي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها لكم وبعد محطيت الزيت بضربها كويس كده خلاص هي اضربت معي هبتدي بقى افضيها وحورها لكم اهي كوامها جميل ومظبوط ان شاء الله هتجربوها وحتى عقبكم اشتركوا في القناة